السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصية نبوية مختصرة لدخول الجنة تعالوا نعرف بعد من صل على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة يعني أربني من الجنة ويباعدني من النار فقال له صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل رحمك فلما أدبر الرجل يعني لما انصرف الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة ما شاء الله يعني لو عمل اللي أنا قلت له عليه هيدخل الجنة اللي هو إيه؟ تعبد ربنا وما تشركش بالله سبحانه وتعالى شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل أرحمك حاجة بسيطة هي وجميلة هي بيقولك لو التزمت بها ولو التزمت بها هتدخل الجنة بفضل الله فهي وصية نبوية مختصرة لدخول الجنة أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته